لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وعلى رأس المدبرين الفارين أبو بكر وعمار والبقية من كبار الصحابة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين لم يفروا علي والعباس بن عبد المطلب وقلة قليلة من الهاشميين وخواص الصحابة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها السكينة هنا نزلت على رسول الله وعلى المؤمنين كي لا يقول قائل من أن السكينة في الغار كانت خاصة برسول الله لماذا نزلت السكينة هنا على رسول الله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها في آية الغار فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إنه رسول الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلة كل هذا كلام خاص برسول الله صلى الله عليه وآله لماذا لم تنزل السكينة على أبي بكر لأنه لم يكن صادقا في كل الذي قاله لو كان صادقا في الذي قاله لنزلت السكينة عليه حينما نزلت على رسول الله مثلما نزلت على المؤمنين الذين لم يفروا في حنين نزلت السكينة عليهم لما نزلت على رسول الله ولو كان صادقا لنزلت عليه السكينة مثلما نزلت السكينة على الذين بايعوا رسول الله بصدق ولم يفروا في حنين هؤلاء الذين ما فروا في حنين هم هم الذين نزلت عليهم السكينة عند البيعة عند بيعة الرضوان التي هي بيعة الشجرة وهم هم الذين لم يفروا في واقعة حنين ونزلت السكينة عليهم مرة أخرى مع رسول الله أما أبو بكر فليس هناك من سكينة قد نزلت عليه ولو كان مستحقا لنزول السكينة لنزلت عليه في الغار هذا قرآن ماذا تفعلون معه هذا قرآن كيف تواجهونه إذ يقول لصاحبه النبي يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا معي ومع علي مثل ما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري يا أبا بكر إن من عاهد الله ثم لم ينكث ولم يغير ولم يبدل إلى أن يقول رسول الله إذا بعثك بين يديه بهذه الحالة كنت لولاية الله مستحقا ولمرافقتنا لمرافقة محمد وعلي لأن الكلام في كل النص عن محمد وعلي وأبي بكر فلما يكون الخطاب لأبي بكر فإن الحديث عن البقية عن رسول الله وعن أمير المؤمنين ووافيته بها بالنية الخالصة إذا بعثك بين يديه كنت لولاية الله مستحقا ولمرافقتنا في تلك الجنان مستوجبا لمرافقتنا أنا وعلي الآية تشير إلى هذا المعنى لأن أبا بكر في الروايات عندنا كان يتساءل ما حال علي الآن باعتبار أنه بات في فراش رسول الله ويظهر الحزن على ذلك وهو حزن كاذب لو كان حزنا صادقا لنزلت عليه السكينة لأن أبا بكر نيته في أن يتقرب إلى رسول الله كي يفوز بولاية بسلطنة مثل ما بيّن لنا إمام زماننا وهو يتحدث مع سعد الأشعري ألا تلاحظون أن الأمور معقدة فهمها يحتاج إلى دقة عالية إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا قد يقول قائل من أن المضامين هذه لا تظهروا من الآيات النبي قال لنا قال لنا وَبِلِسَنِهُمْ أَنْ نَتَمَسَّكَ بِالْكِتَابِ وَالْعِتْرَةِ فَإِنَّهُمَ لَنْ يَفْتَرِقَ لَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ ديني الأصلين لا يقال له دين هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما بهذين العمودين الأصلين لن تضلوا بعد أبدا وهذا هو الذي أراد أن يفعله في الكتاب العاصم للأمة وكانت تلك الرزية الشنعاء رزية عمر والصحابة سود الله تعالى وجوههم يقولون لرسول الله من أنه يهجر من أنه يهذي ولذا فقد طردهم رسول الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا وعلي السكينة نازلة على علي مثلما هي نازلة على رسول الله لكنها لا وجود لها مع أبي بكر هذه حقائق بين أيديكم وتلاحظون أن منطق الروايات والأحاديثة والأحاديثة يأتي بنحو بين وجلي منسجما مع مضامين الكتاب الكريم نذهب إلى فاصل ومن هنا يتضح لنا لماذا كان أبو بكر وكذلك عمر في حالة إصرار لأجل أن يتزوج فاطمة بنت رسول الله إلا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يوافق أبو بكر أصر على هذا الأمر حمر أصر على هذا الأمر فلما لم يتحقق لهما هذا الأمر أصر على تزويج النبي بناتهما النبي لا يستطيع أن يغلق كل الأبواب بوجهيهما أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في هذا الموضوع لأن الموضوع له تفاصيل لكن الحقائق تتجلى من خلال هذا الفهم وهذا التحليل للوقائع بحسب المعلومات الدقيقة المأخوذة عن العترة الطاهرة ومن خلال الاتساق والتطابق بين نصوص الأحاديث وما جاء في الكتاب الكريم الصورة الحقيقية موجودة في أحاديثنا غبران النجف لا يعرفونها ثولان النجف لا يعرفونها وينكرون الروايات والأحاديث وإلا فإن العترة الطاهرة قد بيّنت لنا كل شيء كل الحقائق موجودة لدينا النبي صلى الله عليه وآله يوصي أبا ذار خلاصة الكلام خلاصة الكلام هذا الكلام إذا أردت أن أذهب في تشعباته فإن تشعباته كثيرة جدا وسيدخلني إلى باب وسيع ينفتح على مجالات واسعة جدا لأن هذا سيجرنا إلى دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا موضوع يحتاج إلى مساحة كبيرة من الوقت أتمنى أن يكون هناك من يدرس سيرة رسول الله وفقا لهذا المنطق وفقا للمنطق النوري لا يوجد كتاب واحد في العالم كله لا في المكتبة الشيعية ولا في المكتبة السنية يدرس سيرة رسول الله وفقا للمنطق النوري كل الذي كل الذي كتب عند الشيعة وعند السنة بحسب المنطق الترابي وهو منطق أخراق وهو منطق أخراق حتى هذا المنطق الترابي الذي قد يكون سديدا في شؤوننا الدنيوية جعلوه منطقا أخراق في دراستهم لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أعود إلى وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأبي ذار الغفار إنني أقرأ وعليكم من الجزء الرابع والسبعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والثمانين وصية النبي لأبي ذار طويلة طويلة أذهب إلى موطن الحاجة التي ترتبط بموضوع حلقتنا يا أبا ذار يا أبا ذار لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون فيكون هو أحقر حاقر الله أن يرى نفسه دون الأباعر يا أبا ذار لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر هذا الذي تسمعونه مني في بعض الأحيان الأباعر أخذته من كلام رسول الله هذا كلام رسول الله ما هو كلامي هذه الوصية لي ولكم وصية لأبي ذار يا أبا ذار لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها يرى نفسه دون الأباعر يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياه هذا هو المنطق النوري والمنطق الترابي الناس عقلاء في دنياهم لأنهم يستعملون المنطق الترابي وهو منطق يتناسب مع الدنيا حينما يأتون بمنطقهم هذا ويستعملونه مع الدين سيصبح الدين حماقة ويستعملونه وهؤلاء حمقاء وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع منذ زمان رسول الله وإلى يومنا هذا وأوضح مصاديق الحمقاء والحماقة مراجع النجف وكربلا يتركون حقائق الدين في حديث العترة ويذهبون إلى مناهج نواصب سقيفة بني ساعد يؤسس الطوسي لنا مذهبا لعينا بالاتفاق مع العباسيين وحينما يشخص الضلال يصرون على ضلالهم هذا هو الواقع الذي نعيشه هل هناك من حمق ومن سخف يكون أكثر من هذا يتركون الذهب الإبريس الصافي المصف النقي الأنقى المنقى ويذهبون يغطسون رؤوسهم في الخراء في خراء النواصب هذا هو الذي يجري منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا يا أبا ذر لا تصيبوا حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا هناك هناك منطق ترابي وهناك منطق نوري إذا أردنا أن نعرف حقائق الأحداث كالموضوع الذي سأل عنه السائل والذي دار الحديث عن في الحلقة الماضية وهذه الحلقة علينا أن نتمسك بالمنطق النوري وأن نضع المنطقة الترابية جانبا نشتغل به في شؤوننا الدنيوية وحياتنا الشخصية لتدبير أمورنا اليومية في معاشنا ومشاكلنا الاجتماعية أما فهمنا للدين ولشؤونه لا بد أن نعود إلى المنطق النوري فإن كنا عاجزين عن ذلك فعلينا بالتسليم علينا بالتسليم فاز المسلمون ونجا المسلمون علينا بالتسليم لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحياتي للأستاذ الدكتور أبو ذار الحسيني أتمنى أن يكون الجواب نافعا ومفيدا ووافيا بمرادك حيث أصررت علي في أن تكون الإجابة وافية وشافية وأعتقد أن الإجابة وافية وشافية وقت الحلقة قارب على الانتهاء الرسالة التي سأجيب عليها في حلقة يوم غد إنما أذكرها كي يتنبه مرسلها إلى أنني سأجيب على رسالته يوم غد الرسالة من أخ عزيز فاضل من الجزائر وتحديدا من الجزائر العاصمة من الأخ العزيز إسماعيل مصطفى الخليلي في الحقيقة هذه الرسالة وصلتني في شهر رمضان من السنة الماضية 1444 للهجرة وكان الأخ العزيز إسماعيل يصر علي أن أجيب إسماعيل هذا كان سنيا جزائريا ولكنه اهتدى إلى دين العترة الطاهرة من خلال قناة القمار أرسل رسالته في شهر رمضان لأنه كان في نقاش محتدم عبر الإنترنت مع بعض عمائم نجف هم يصرون على أن الأنبياء أفضل من الأئمة وهو يصر على أن الأنبياء من شيعة الأئمة هذه ثقافة قناة القمار وثقافة قناة القمار هي ثقافة قرآن محمد وأهل محمد وثقافة قناة القمار هي ثقافة عترة محمد وآل محمد ثقافة القمر ثقافة القرآن والعترة أعتذر أعتذر كثيرا يا إسماعيل لأنني ما أهجبتك مسرعا إنني مشغول طيلة الفترة السابقة لكنني وجدت الآن في هذا البرنامج فرصة سانحة سأجيب على سؤالك إنه سؤال خطير سؤال مهم تترتب عليه الكثير من الأمور من الأمور العقائدية والدينية والشرعية وهذا السؤال في الحقيقة وردني كثيرا وردني كثيرا لكنني اخترت رسالة الأخ العزيز إسماعيل من الجزائر احتراما له وإكراما لرسالته مع اعتذاري الشديد عن تأخري في الإجابة سأجيبك غدا على سؤالك الذي يرتبط بموضوع أن الأنبياء والمرسلين جميعا 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 إنهم شيعة الأئمة هذا هو منطق القرآن كله من أوله إلى آخره سأثبت ذلك لكم من آيات الكتاب الكريم إنه منطق القرآن كله من أوله إلى آخره ستتضح الحقائق بين أيديكم إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر